التساعة صباحا بتوقيت القاهرة أسباع بتوقيت جريناتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثلهم خصوصية شديدة تستجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف وخلال اجتماعه مع وزير الأوقاف ومستشار الرئيس الجمهورية للشؤون المالية وجه الرئيس السيسي بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح حيئة الأوقاف وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حاليا في القضاء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير برامج تدريب الآئمة وتأهيلهم بالنظر إلى دورهم المهم في نشر القطاب الديني المستنير والذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع وخلال اجتماعنا مع وزير الأوقاف لمتابعة جهود الوزارة وتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الآئمة وجه الرئيس بملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل من جهته عرض وزير الأوقاف خطة الوزارة للتدريبات التأهيلية القائمة والمستقبلية للآئمة إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفعة المستوى والتي ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الآئمة تميزا فضلا عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الآئمة والواعظات أكد النائب العام المستشار حمد الصاوي أن التشريعات والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المبرمة بين البلدان لا تكفي وحدها إذا لم يكن هناك دور بارز لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في التصدي لمخاطر وجرائم الهجرة غير الشرعية وأن هذا الدور يتمثل في تبادل التجارب والممارسات المتميزة والتي تتضمن أفضل سبل للتصدي والمكافحة هذه الجرائم جاء ذلك خلال لقائه بالأعضاء المشاركين بالمنتدى الإقليمي والمنعقد بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الذي ينعقد ضمن أنشطة جماية النواب العموم الأفارقة التي ترؤسها النيابة العامة المصرية وأشر النائب العام إلى أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلدان الوطن الإفريقي وكافة بلدان العالم وأن هذه الخبرات المتبادلة هي الأساس في تطوير أنظمتها وأليتها نحو التصدي لشتى صور الجرائم نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونج تنددها بمسعى كوريا الشمالية لفرض عقوبات إضافية على بيونج يونج في أعقاب إطلاقها المتكرر للصواريخ بحسب الوكالة الكورية الشمالية فإن شقيقة كيم أكدت أن مثل هذا الإجراء من سول سيزيد من عداء وغضب كوريا الشمالية نفى الكريملين وجود منفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أوكرانيا من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زالناسكي في كلمة لمجلس الأمن الدولي أن القصف الروسي لشبكة الكهرباء في بلاده تمثل جريمة ضد الإنسانية بحسب تعبيره مطالبا بمزيد من الدعم لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ومحاسبة روسيا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود إلى 6.25% وهي الزيادة الخامسة هذا العام وجاء رفع الأسعار في إطار خطتنا لخفض دعم الطاقة حيث رفعت الوزارة سعر البنزين إلى 2.525 دينار للتر بدلا من 2.400 دينار تونسي يعقد البرلمان اللبناني اليوم جلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويأتي عقاد الجلسة البرلمانية في ظل عدم ظهور أي مؤشرات إيجابية على إمكانية تجاوز العوائق التي شهدتها الجلسات الستة السابقة والتي أدت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل عون الذي انتهت ولياته الرئيسية بنهاية أكتوبر الماضي استهل المنتخب الإسباني مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم بقوة بفوزه الكاسح على نظير الكستريكي بسبعية نظيفة وذلك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات مونديال قطر 2022 وبذلك تصدرت إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن اليابان التي فاجأت ألمانيا بالانتصار عليها بهدفين لهدف بعد مواجهة تاريخية وفي مباراة أخرى ولكن لحساب المجموعة السادسة فاز المنتخب البلجيكي على المنتخب الكندي بهدف دون رد ليصعد إلى صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق نقطتين على كرواتيا والمغرب بعد تعادرهما دون أهداف نهاية موجز التساعة ونعود لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل